عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعها الدوري مع مدري ومديرات جميع المدارس الحكومية والبالغ عددهم 209 مدارس من جميع المناطق التعليمية برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات التعليمية والمساندة وقد تم خلال الاجتماع استعراض سادات المدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك من جميع النواحي التعليمية والتربوية واللوجستية والفنية حيث قدم سعادة الوزير لمديري ومديرات المدارس شرحا حول ما أنجزته الوزارة من تحضيرات وخطط وتوجهات الوزارة للمرحلة المقبلة والسياسات المتبعة في التعامل مع جميع محطات العام الدراسي القادم كما تطرق إلى أهم التحديات والدروس المستفادة من العام الدراسي الماضي وسبل تطوير العمل في المرحلة المقبلة مستعرضا أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة السابقة وانعكاساتها على أداء المدارس ومسؤوليتها وأكد سعادة الوزير أن التركيز في تسيير العام الدراسي ينبغي أن يغطي عدة عناصر رئيسية هي الاهتمام بالتحصيل العلمي وتعزيز المهارات والكفايات وتوفير الخدمات ومعايير الأمن والسلامة وترسيخ مفاهيم المواطنة والهوية البحرينية وعمليات الإرشاد النفسي والأكاديمي والترفيه والمسابقات والأنشطة المدرسية الصفية واللا صفية من جانبهم أكد مدير ومديرات المدارس العمل الدؤوب لجميع الفرق المدرسية لإنجاز ترتيبات استقبال العام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات معبرين عن سعادتهم بقرب العام الدراسي الجديد